اشتركوا في القناة الى الجمعيات والصناديق الخيرية وذلك من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية منوهنا المجلس بالمبادرات الإنسانية المستمرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رعاه الله ودعم جلالته الكبير للعمل الخيري والإنساني وكل ما من شأنه تعزيز قيمه ومبادئ التكاتف والتكامل والتعاون والشراكة المجتمعية بعدها هنى المجلس حجاج مملكة البحرين بسلام عودتهم لمملكة البحرين بعد أداء مناسك الحج سائلنا الله العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يكون حجهم حجا مبرورا منوهنا المجلس بالجهود التي قامت بها بعتة مملكة البحرين من أجل راحة وسلامة حجاج المملكة معربا في الوقت نفسه عن الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما تقدمه كل عام من مبادرات وجهود من أجل أداء حجاج بيت الله الحرام حجهم بكل يسر وسلامة مهني أن المملكة الشقيقة بالنجاح الكبير والذي حققه موسم حج هذا العام بعد ذلك أطلع معالي وزير الدخلية مجلس الوزراء على آخر مستجدات أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارا من 2010 والتي تم تشكيلها بعدما أسفرت عن نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شون الجنسية والجوازات والإقامة للحصنين على الجنسية البحرينية والتي تبين من خلالها وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون وبين معاليه للمجلس أن من دواعي تشكيل اللجنة ثبوت حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية أو أساء استخدام الجنسية أو أضر بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي وكذلك كل من خالف اشتراطات استمرارية الحصول على الجنسية وأضاف أن عملية المراجعة والتقييم للحالات مستمرة وفق الإجراءات وهو أمر مرتبط بسير عمل اللجنة ونتائجها ثم أشهد المجلس بالجهود التي تمت خلال عيد الأضحى من مختلف الجهات الحكومية من أجل حفظ الأمن والسلام العامة وتقديم مختلف الخدمات الحيوية طوال فترة العيد كما تابع المجلس جهود التعامل مع الحريق والذي تعرضت له مباني سكانية ومحلات تجارية في سوق المنام القديم وذلك في ضوء التقرير المرفوع للمجلس من معالي وزير الداخلية حيث نوه المجلس بالتعامل الاحترافي من الدفاع المدني مع هذا الحريق ومختلف الحوادث مقدما الشكر لرجال الدفاع المدني ومختلف منتسبي وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة والتي أسهمت في احتواء حريق سوق المنام القديم ونوه المجلس بجهود وزارة الداخلية والجهات المعنية واسهماتها الفاعلة في مكافحة المخدرات وتبني المبادرات التي تسهم في توعية المجتمع بمخاطرها والحماية منها وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وأشهد المجلس بعطاء المرأة البحرينية وتاريخها المشرف في مجال العمل الدبلوماسي واسهمتها المميزة في دعم جهود المملكة الدبلوماسية والتي تعزز من مكانتها بين الأمم وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي بعدها وفق المجلس على تعديل دورية عقاد الاجتماعات الاعتيادية لمجلس الوزراء خلال شهري يوليو وأغسطس 2024 لتكون مرة واحدة كل أسبوعين بعد ذلك وفق المجلس على المذكرات التالية مذكرة سعادة وزير العمل بشأن تطوير أليات تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة لعام 2024 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقون مقدم من مجلس الشورى مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بين أكاديمية محمد بن مباركة الخليفة لدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في مملكة البحرين والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية جمهورية بلغاريا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص ثلاث مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في عدد من المجالات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص اتفاقية تعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المجر بشأن تقديم منحة ستينديوم هنغاريكم الدراسية ومذكر التفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة الخارجية والتجارة بجمهورية المجر للتعاون في إطار برنامج ستين ديوم هانجارك هوم للأعوام 2024-2027 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين ووزارة الرياضة والسياحة في جمهورية بلروسيا بشأن التعاون في المجال الرياضي مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن نتائج الامتحانة الوطنية للصفين التاسع والثاني عشر للعام الفين واربعة وعشرين بعد ذلك استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن عمل دور العقاد العادي الثاني من الفصل التشرعي السادس بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي الزيارة الرسمية لمعالي وزير الداخلية لجمهورية فرنسا نتائج المشاركة في أعمال الدورة ثانية عشر بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى الماء من أجل التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر